ثالث تقول السائلة كيف أكون شخصية قوية واثقة وكيف أفرض نفسي في العمل إذا كنت مستجدة وأخيرا كيف يكون الشخص دبلوماسيا في التعامل مع الناس أريد حرورا عمليا شكر لكم طيب فليني أقول لك على موضوع التعامل بس بنتي موضوع الشخصية القوية لازم أنت في أولا تستمد ثقتك من الله عز وجل وتسخف نفسك وإن الله عز وجل وهابك وأعطاكي كل بقدر وكل بنعمة مقصومة عشان ربنا ما سابش حد إلا معطاك طيب مهمتك إن انا اكتشف إيه جواه طيب ما عنديش مش شايف أي مهارة ولا عرف أي حي تعلم اسمها مهارة يعني إيه يعني بتعلم بلبس ده الخاتم ده بعرف كده وبحطه هنا كده اسمها مهارة تعلمت إن هو بيتحط في المكان ده الساعة دي بتتفكي كده وبتتحط كده فأنا تعلمت إن دي مهارة فبلبس الساعة وبحطها كده وبقفل دي مهارة الحجاب بيتلاب مهارة فطالما مهارة فسهل اكتسابها ده رقم واحد رقم اتنين العاملة فرودي وقرآني والحمد لله ملتزمة بحسن الخلق لك تطلع مني كذبة ولا عيبة ولا خلق ولا أي حاج وفضل الله تعالى ومشيه وباخد بالاسباب وبتعلم 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 لآخر العمر ودي خطوات طيب مش بعرف اتعامل مع الناس إيه الخطوات لتعامل مع الناس وانا مش عارفة إيه وفي العمل لازم تخلي بالك من هذه اولا عندي ضوابط في العمل عندي ضوابط الستة قلناها جميل حمشا عرج يعني عليها سريعا المهم من غضعيش بالقول في طمع لدي في قلبه مرض لا تضروبي ولا يضروبنا بأرجلين ما تجيش لابسها بكعب في قلب مجال شوف هي يعلم ما يخفينا انت حتى لو محجبة ولا الكلام ده الدنيا يا أرض تهدي ما عليك يأدي بالعاز غلط ما تجيش معطرة ولا لبسك معطر تلتزم بلبس الشرعي عشان دخل مكتب العمل والشغل الدنيا كلها شام دارحي فلان تعرفت منين تعرفت منين عارفانها دي غلط الكلام بحدود وكذا وخميس وجمعة بره محدش يشوفك لو انت ملتزمة لانك انت اللي بتكبرل قدامك على الاحترام طيب اعمل ايه والثقة والكلام ده طباعي الاول بيادوم اسمعي معاي عايزة خطوات طباعي الاول بيادوم البسمة الخفيفة بسمة لك الابتسامة اكسبتني مليون دولار راجل بيقولك انا مليون نير ولا كان كان فرام ده ده يعمل الناس وفي لطفة تلطف معاو فالناس تحبه فتسخ فيه فابتده يوسع شغله باللي ابتسامة لما بقى مليونين لا بيسعه سلم كان بسامي المحاية عليه السلام وكان اذا ضحي قد يعني بس ذات في الضحي بانت نواجزه يعني ايه يضحي البسمة مالاش مكشرة عامل عبعلي ومستوقسها خفيفة متوجسها من اللي قدامي غيفة وعمل وبيت عمل مكهربة كلها ده اه ده 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 رقم واحد طيب ايه تاني اللي انتباعي الاول بيادوم ابتدي السلام عليكم اجا سلم انا اللي ابتدي السلام عليكم اسلم عليها واقولها ايه واتعرف انا فلانة وانت مين تقول لي مونة فاول عشر ثواني من بعد ما تقول لي اسمها مونة اعمل انا ايه ايه والله يا مونة فعلا وجهت نظري كده يدي ثقة للي قدامي منتبهة دي منصطة الحديثي الله مبارك ايه ده دي منتبهة ومنصطة للحديث وده شيء جايي يبقى الابتسامه ابتدي بالسلام اعرف عن نفسي وعن اسمي استخدم اسمي الشخص اللي قدامي اللي انا تعرفت عليها اول عشر ثواني تمام اخلي دايما الاسئلة المفتوحة الكلام اتكلم على مواضيع مشتركة اوع المواضيع الصدمية اوع المواضيع المؤدلجة اوع المواضيع اللي تعمل صدم حد ما معرف القدامي ادي فرصه اللي قدامي يتكلم وبيتكلم انا بسمعه بدي لامه ايني في عينه بسمعه باتفاهم معك واخد من كلامه وابني عليه يعطيني فرصه ان انا فكر وحلل الشخصية يعطيك فرصه ان اتخذي من الكلام وتيبني عليه تركتر حدود ان ووعية الكلام اللي ممكن يفيد الامر ده بعد ما بامشي السلام عليكم بنفس الابتسامه حالي في بيئة العمل ما اسمحش ان انا استغلي ان زمالك استغليك اسنت الموظف الجديد وكذا ما فيش مانع عندي ان انا ساعدك في شغلك لكن تيجي انك انت صنع شال الجديدة وماناش فاهم النظام فاتحك عليها لما تسمحيش بالكلام ده وتروحي على طول لمسئولك ومديرك ايه حدودي ايه اللي ليه ايه اللي علي ايه المفروض كذا لما يجي حد يتعد على شغل اقول لا استأذنني الاول ممكن اسمح بدأ اول فيبقوا عارفين ان الكاراكتر بتاعك له حدود ازاي بتتعامل معاه وازاي انت بتتعامل معاه اخر حاجة سحر الحال اكفيني شر الناس سددني ووفقني في الكلام يا رب اللي انا اقوله وتتعامل يا بنت بالصدق منجاه منجاه في التعامل لكن واحد يقولك تدهنيه علشان المفروض يسمع لا 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 دي امر يحسبك عليه الله عز وجل انا في مجال عمل احاسب على اللي انا بقوله دوت وربنا يحسبني على الاتقان والاحسان وصدق النصيحة اللي انا بعمله او اخلاص النصيحة انا بعمله الله سبحانه وتعالى يا ربي يكرمك بالخير انا بعمله انا بعمله انا بعمله انا بعمله